الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب البيوع من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نتدارس فيه شيئا من أحكامه المعاملات وننطلق من شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقه في دينه فلنستمع لبعض الأحاديث الواردة في ذلك الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اخفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا باعتفق لا خلابه فكان الرجل يقوله في هذا الحديث أنهي عن الخداع وخصوصا في أمور البيوع وفي هذا الحديث عرض من يتعرض لشيء من الخداع على أصحاب الولاية وفي الحديث اشتراط الخيار في البيوع خصوصا إذا علق خياره بوجود الخداع وفي الحديث من الفوائد اشتراط الإنسان ما يحفظ ماله وفي هذا أيضا أن جواز البيع والشراء لمن يكون عنده شيء من التغفيل ولو كان يخدع في البيوع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع هذا الرجل الذي يخدع في البيوع أحسن الله إليكم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم أورد المؤلف هذا الحديث بقوله وفيهم أسواقهم قد ترجم عليه بقوله باب ما ذكر في الأسواق وفي هذا الحديث ذكر ما يتعلق بالفتن واستمرارها وقوله فإذا كانوا ببيداء من الأرض البيداء الأرض الفسيحة المنبسطة وفي هذا الحديث ذكر الخسف في هذه الأمة وفي هذه الحديث عموم العقوبة عند انتشار الفساد وظهوره وفي الحديث التأكيد على أمر النيات واعتبار الناس بحسب نياتهم وترتب الثواب على الإنسان على وفق نيته حسن الله إليكم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فدعاه رجل بالبقيع فقال يا آب القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لم أعنك إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي في هذا الحديث جواز دخول الأسواق وفيه بناء الأسواق وترتيب أمرها وفي الحديث رفع الصوت بالنداء للآخرين وفي الحديث استعمال الكنية وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا تم نداؤه يحسن إجابته لمن ناداه وقوله سموا باسمي فيه دلالة على جواز التسمية باسمي محمد وقوله ولا تكنوا بكنيتي أكثر وأهل العلم على أن هذا يراد به زمن النبي صلى الله عليه وسلم لألا يختلط من تكن بكنيته بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أحسن الله إليكم قال عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع وكنت معه فانصرف فانصرفت فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها فقال أثم لكع أثم لكع ثلاثة أدعو الحسن بن علي فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فقام الحسن يمشي وفي عنقه السخاب فجاء يشتد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه حتى عانقه وقبله وقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه قوله في هذا الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار أي أنه خرج ضحى وكان أبو هريرة رضي الله عنه يتبعه من غير أن يكلمه وقال حتى أتى سوق بني قينقاع في هذا الذهاب للأسواق وفيه أن الذهاب للأسواق لا يتنافى مع مكانة من يكون له مكان ومنزله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بعض أسواقهم وفي الحديث من الفوائد جواز الذهاب لأسواق غير المسلمين فإن هذا السوق لبني قينقاع وقد ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وكنت معه فيه مرافقة صاحب الفضل قال فانصرف أي ذهب من هذا السوق فانصرفت يعني تبعته قال فجلس بفناء بيت فاطمة يعني ابنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أثم لكع أي هل يوجد الشخص الذي قصده بهذا واحتمال أن يريد بهذا أبناءها أو أن يريد بذلك زوجها علي رضي الله عنه وقوله ثلاثة أدعو الحسن بن علي ابن أبي طالب وفيه فضل الحسن رضي الله عنه وقوله فحبسته شيئا أي أن أمه فاطمة قد أخرته من أجل أن تقوم بترتيبه وتهياته وفي هذا تهيات الصبيان من أجل أن يخرج لملاقات الناس قوله فظننت أنها تلبسه سخابا السخاب قلادة تعمل من أخلاط الطيب ويكون فيها قرنفل وعود ومسك ونحو ذلك يعمل على هيئة سبحة ويجعل قلادة ليصبيان وقد يكون فيه شيء من الخرز وسميت بهذا الاسم لكونها عند حركتها تخرج شيئا من الصوت قال فجاء يعني الحسن يشتد يعني يسرع في مشيهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا يعني أنه حرك يده فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه فيه احتضان الصبيان وإظهار البشر والمودة بلقياهم قال حتى عانقه وقبله فيه تقبيل الإنسان للصبيان من ذريته ومن غيرهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وفي هذا ملاطفة الصبيان ومداعبتهم رحمة بهم كما أن في هذا التواضع مع الأطفال وفي هذا معانقة الصبي وقد اختلف أهل العلم في المعانقة بين الرجال خصوصا من يقدم من سفر فالجمهور على جوازها وعدم المواقذ فيها وقد كرهها الإمام مالك رحمه الله تعالى وحديث الباب دليل للجمهور وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه في هذا فضيلة الحسن ابن علي رضي الله عنه وفي هذا فضيلة محبة الحسن وأنها من الأعمال الصالحة وفي هذا دعاء الإنسان لمن يحبه أو يحب غيره وفي هذا من الفوائد أن الجزاء من جنس العمل حسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حتى يبلغ به سوق الطعام حيث يباع الطعام ورأيت الذين يبيعون الطعام مجاسفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم وقال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه فقال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه في هذا الحديث ذكر الأسواق وجودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخول مريد التجارة لها وفيه أيضا التفرقة بين الأسواق وتقسيمها بحسب السلع التي تباع فيها ولذا قال حتى يبلغ به سوق الطعام وفيها قوله كانوا يشترون الطعام من الركبان فيه شراء الأطعمة من أجل التجارة بها وفيه أيضا تلقي الركبان من أجل الشراء منهم لا من أجل أن يكون الإنسان وكيلا لهم وقوله فيبعث عليهم أن يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه وفي هذا النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وقد جاء في النهي عن بيع السلع قبل قبضها أحاديث متعددة والعلماء في هذه المسألة لهم ثلاثة أقوال مشهورة فعند المالكية أن هذا النهي يختص بالطعام فقط فقالوا لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه وأما بقية السلع فيجوزه بيعها وعند الإمامين أحمد وأبي حنيفة أن ما يكال لابد من قبضه قبل بيعه ومثله أيضا مايوزا وذهب الإمام الشافعي إلى أن جميع السلع لا يجوز بيعها قبل قبضها وذلك لما ورد عن ابن عباس أنه قال وأحسب كل شيء مثل الطعام والحاديث الواردة في الباب خصة الطعام بالذكر كما في حديثنا هنا بقوله من ابتاع أي اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ولذا فإن الأرجح هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة وقياس بقية السلع سواء كانت مكيلة وموزونة أو غير ذلك على الطعام يحتاج إلى شيء من التأمل خصوصا أن كلمة الطعام هي من الأوصاف ودليل الخطاب يدل على أن غير الطعام لا يماثله في هذا الحكم وقوله هنا حتى ينقلوا أي من مكاني الشراء وقوله ورأيت الذين يبيعون الطعام مجازفة يعني بدون كيل ولا وزن يبيعونه هكذا قال يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانهم يعني الذي اشتروا فيه الطعام حتى يؤووه إلى رحالهم يعني ينقلوه من ذلك المكان مما يدل على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل أن يقبض وفي هذا دلال على أنه إذا اشترى الإنسان طعاما جزافا لا يحق له أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشترى حتى يستوفيه يعني يقبضه ففي هذا دلال على مذهب مالك في تخصيص هذا الحكم وهو النهي عن البيع للسلع قبل قبضها بالطعام وقوله في هذا الحديث يضربون فيه دلال على جواز التعزير من أجل التزام الناس بأحكام الشريعة في بيع السلع وهنا أيضا فقوله فلا يبيعه حتى يستوفيه دليل على أن الأصل أن المشتري عليه تبعت كيل الطعام ثابكم الله عن عتاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه ما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لمصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجة بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عمي وأذان صم وقلوب غلف هذا نقل عن ما في الكتب السابقة ما يتوافق مع ما في كتاب الله عز وجل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقصود المؤلف هنا ذكر الأسواق وفيه كراهية السخب في الأسواق المراد بذلك إصدار الأصوات العالية فيها وفي هذا أنه لا ترفع الأصوات في الأسواق وفي الحديث أيضا ذكره فضل النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من الصفات التي وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وفي هذا حرص الإنسان على حماية أهل الإيمان خصوصا من حوله من كل ما قد يؤذيهم ولذا كان حرزا للأميين وفي هذا الحرص على التواضع وعدم الفضاضة والغلظة وفي الحديث الترغيب في الصفح والتجاوز عن أخطاء الآخرين وفي هذا بيان ما سيورثه الله لدين الإسلام من انتشار ومن قوة ومن دولة عظيمة ولذا قال لن يكبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء وفي هذا بناء دين الإسلام على شهادة التوحيد لا إله إلا الله وفي الحديث إقبال الناس على دين الله جل وعلا أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لكل خير وأن يرزقكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً ونية خالصة فما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم لكل خير وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم كما نسأله جل وعلا أن يحمي المستضعفين من المسلمين وأن يكون معهم وأن يكفيهم شر أعدائهم وأن يتولى أخواننا في فلسطين بولاية من عنده وحفظاً من لدنه جل وعلا كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يكون معهم مؤيداً على الخير والهدى هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر